استأذنت على والديها لذهاب إلى المسح وأوصلها والدها وعندما وصلت رأت قمامة في الماء فشعرت في الحزن وأزالت القمامة ثم ألقتها في ثلة القمامة وعندما عادت إلى المنزل أخبعت أمها بحزنها لأن الناس لا يحافظوا على النظافة وأن لقاءهم للنفذات على أرض ليس من أخلاق الإسلام عن أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان وأيضا روي عن أبو برزة الأسلامي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمط الأذى عن الطريق فإنه لك صدق فإنه لك صلى الله عليه وسلم فإنه لك صلى الله عليه وسلم فإنه لك صلى الله عليه وسلم